الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصحاب الفين سواكمون قصة عجيبة وحادث جلل حدثت قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة وحادث جلل حدثت قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ومبدأ هذه القصة بدأت قصة الشماري هو رديد أن أبرهت الأشرم أبرهد والي اليمن من قبل ملك الحبشة شما لا اليمن نشامي حبشين قد رأى شيئت أن يبني كنيسة في صنعاء باليمن يدعو العرب إلى حجها بدل حجهم البيت الحرام وكان قصده من ذلك تحويل التجارة ومكاسبها من مكة إلى اليمن وكان يدعو عجيبة أبراهد على الملك الحبشة مايحبش يدروه أبراهي أو نيازنا مداه في لجوية فوافق شاكسد كوكسد كون أو نيازنا مصير ما أداه وصره ذلك ألي شكر نجوه فبنى الكنيسة ده جي كنيسة ده شيء قرن على هيئة عظيمة وسماها القليس ده كتوشي ده قرز قليس لن كتوشي شما ده بونا فجاء رجل قرشي فأحدث فيها ولدتخى جدرانها بالقدر النجس ده اسو صررقاء صررقشي شما دير ناساسون قرررسة سسامزوا بابا نزل قلوه غضبا من صنيع أبراه أو رنس أبراهي سندرو قراتو ننقر ثم ذهب اليونو فلما رآها أبراه بتلك الحال ثم ذهب اليونو فلما رسلو فلما رصدي فيما رصدي قررتته عن أعلى ثلاثة عشرة فيلا رو قنزن كلموان من كمونا من يكن من بينها فيلا يدعى محمود سورنزن كمونا كمونا شما دعا شا محمود لن بوتين وهو أكبر أكبر ها شما قران ذا وصاروا لعادة متجهين نحو مكة مكة نحو مكة فما وقف في وجههم حي من أحياء العرب إلا قاتلوه وهزموه سورنزن كبيرا لا سورو كبيرا عربين فو أنزن دهائي سنديا وأنزن شما نزان لأكبر أكبر أكبر أنزن دهائي إلا سنديا كروزاك لانزن كنسر زوسوية أبرا هذا حتى انتحوا إلى قرب مكة حر إذا مكة دل كرانغرو يسا دادة فجرد مفاوضات بينهم وبين شيخ مكة عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا مكة يكمتوليوه وأنزنزن كتبا شا 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 شبه عبد المطلب وأنزن عليه الصلاة والسلام وانتحت المفاوضات يكمتلين ذا رده يتمؤدانه بأن يرد أبره يسيره كلاكسره إبلا عبد المطلب كلمة دون عبد المطلب يقولون ماذا يسيره كلاكسره ثم هو وشانه بالكعبة دايك واداي أو نصر عنا سيره كعبة درو وامر عبد المطلب يقلان رجال مكة أن يخلو البلد بلده سلوكل ذا ويلتحق برؤوس الجبال تقسزه بنسائهم وأطفالهم يعطى يلانزا كموانزا دوليانزا سمسو بلده سلوكل ذا سلوكل ذا خشية أن تلحقهم معرّ وده سنديا أو قد عجل نزو نرو وده سنديا الدن ودن أو شماس المهدئين وده سنديا نزو نرو وده قد عجل شادة دي سندية لذيره تقسزه دوليانزا يلانزا سمسو وقسزه سلوكل ذا من ذلك الجيش الغازي الظالم جيش الغازي الظالم تحرك الجيش أبرى يديك ووصل إلى وادي محسر وبينما الجيش في وسط الوادي يسير إذ بفرق متتابعة من الطير ترسل على ذلك الجيش الغازي سائزا نذانا كمان جيبان قدوا سقناتوي كواغب سين تراذين كل واحدة منها بقدر الحمصة والعدسة ألمانا كو سننا كواغب سين تراذين ما إن يسقط الحجر منها على رجل منهم كو لسقروني كلا كم زلير سقرية إلا ذابا وتناثر لحمه سيرفادين سيدانزل كمت كمت سقرين حتى هلكوا جميعا سيسمسو أكينيالا وفر أبرها أبرها تشوشو ولحمه يتناثر دانزل ككمت فهلك في الطريق فكانت هذه آية من آيات الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول عليكم من ديكو السورة الأولى والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر